أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالديا ولجميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده القلق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات كباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسبوعون عقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مخفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللظيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمن ضما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمن ضما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عضو ونفور أفمن يمشي سبكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا القعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت عجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبسا دل جبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صرر موذونة متقئين عليها متقابلين يطوف عليهم ألدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأذيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منذود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكاراً عرباً أطراباً لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا طراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأوضلون كُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبتل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمخرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي طورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظلين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أخلالا في إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالخيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فقذبوهما فعزسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يصعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر الله تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما ظفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيط لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيط لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم استقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ذرحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تدزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شخل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلم منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمصخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خُلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَانْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَصْتَبِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ مُحْظَرُونَ فَلَا يَهْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خُلَقْنَاهُ مِنْ نُدْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنكم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقون فسبحان الذي بيده خلقوت كل شيء وإليه درجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان أن لا تضعه في الميزان وعظيم الوزن بالغفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فابهة والنخر ذات الأكمام والحب العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور خلق الإنسان من صلصال كالفخور وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يغدقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلغ والمغجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنغلغ لهم أيها الثقنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشِرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ إِسْتَقَعْتُمْ أَنْ تَوْفُذُوا مِنْ أَقْضَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ أَقْضَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاوْفُذُوا لَا دَا فُذُونَ إِلَّا بِسُلْطُونَ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسُهُ فَنَادًا دَصُرًا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت فردى كالدهاد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس وناجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُ وَيُخَذُ بِالنَّوَاشِ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاقهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قصرات الطرف لم يضمذهن إن سوق ابنكم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاقهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مبسور ودو في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يغمذهن ينسوا قبلهم وناجاد فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على رفع في الخطر وعبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك سربك دل جلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يوطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليطيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فعنه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فلا وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغو أرآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناتيه سندعو الزباني تكلا لا تطعه وسد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو نفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من باحتها الأنهار من دهتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أخطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوصبنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وخسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَسْرِ إِنَّا الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم وَاللُّ لِكُلِّهُ مَزَدٍ لُّمَزَدٍ وَاللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْخُطَمَةِ تَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةُ الَّتِي تَبْطَلِعُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَبَدٍ مُمَتَّدَةِ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا أَبَابِيلِ قَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَسْقٍ مَأْكُولِ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي الَّذِي أَضْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُذُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْئِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْقَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْرُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي تِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تَبَّتْ سِيَدَاءَ بِي لَهَبٍ وَالْتَبُ فَأَغْنَاءً هُمَالُهُ وَمَا كَسَبُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَمْرَأَدُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدُ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْقَسْوَى سِلَخَ النَّاسِ أَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكَبَّرٌ وَلِلَّهِ الْحَمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم رحمنا بالقرآن وَاجْعَلُهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُوتًا وَرَحْمًا اللهم ذَهِرْنَا وَرَزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَخَ النَّهَارِ وَجَعَلْهُ لَنَا قَوْتَهِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم رحمنا بالقرآن وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُوتًا وَرَحْمًا اللهم ذَهِرْنَا مِنْهُمَّا نَاسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرَزُقَنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَخَ النَّهَارِ وَجَعَلْهُ لَنَا قَوْتَهِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأبد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالديا وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين